أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة شهدت استئناف عبور ناقلة البترول سافيغور ضمن قافلة الشمال في رحلتها إلى الصين وذلك بعد إتمام إصلاحها بمعرفة تاقم السفينة وتأكد من صلاحيتها للإبحار وأوضح رئيس الهيئة أن نتائج الفحص الشامل الذي أعدته اللجنة الفنية التابعة للهيئة والتي تضم كفاءة هندسية وملاحية أكدت صلاحية ناقلة للإبحار وعدم وجود ما يمنع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى هذا وشهدت حركة الملاحة بالقناة أمس عبور 72 سفينة بإجمالية حمولات صفية قدرها 4.3 مليون طن وعبرت القناة من اتجاه الشمال 41 سفينة